ليلة القدر في صحيح مسلم عن أبي من كعب أنه كان يقول الله الذي لا إله إلاه إني لأعلم أي ليلة هي ليلة القدر هي الليلة التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها هي ليلة سبع وعشرين وكان يستدل أبي رضي الله عنه على ذلك بالعلامة التي ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم وهي أن الشمس تطلع صبيحتها لا شعاع لها وأن أبي راقب الشمس عدة سنوات صبيحة سبع وعشرين فوجدها تطلع لا شعاع لها فلنجتهد أيها الإخوة في هذه الليلة لنجتهد أكثر من الليالي الماضية فإننا إذا وفقنا لليلة القدر فقد وفقنا لخير عظيم ليلة القدر خير من ألف شهر لنجتهد في أن نصلي فإن خير الأعمال التي تعمل هذه الليلة الصلاة وظاهر حال النبي صلى الله عليه وسلم أنه كان ينشغل في هذه الليالي المباركة بإحياء ليله بالصلاة ولما قام بالصحابة ثلاث ليال قام بهم ليلة ثلاث وعشرين إلى ثلاث الليل وليلة خمس وعشرين منتصف الليل وليلة سبع وعشرين معظم الليل حتى إن الصحابة خشوا أن يفوتهم السحور وهذا يدل على تأكد هذه الليلة فاجتهدوا رحمكم الله وأروا الله من أنفسكم خيرا اجتهدوا فيها بالصلاة واجتهدوا فيها بالدعاء فإن الدعاء في هذه الليالي الفاضلة حري بالإجابة خاصة في هذه الليلة أيها الإخوة تحدثت في الدرس السابق عن مبتدأ خلق الإنسان وأن الله عز وجل أحبط أبان آدم أمنا حوى إلى هذه الأرض وأحبط معهما الشيطان وبقي آدم وحوى وتناسل ذريتهم بعدهما وبقي الناس على ذلك نحو عشر قرون على التوحيد ثم بعد ذلك وقع الشرك وقع الشرك في بني آدم وذلك أن أناسا صالحين كانوا يحبهم أقوامهم وكانوا يضربوا بهم المثل في الصلاح والتقوى ماتوا في أوقات متقاربة فحزن عليهم قومهم حزنا شديدا فأتى إليهم الشيطان وقال صوروا لهم صورا وضعوا لهم نصبا وتماثيل لعلكم إذا رأيتموهم تنشطوا في عبادة الله عز وجل انظروا إلى أسلوب الشيطان الخبيث الماكر يعني يقول يعني أتاهم بهذا الطريق قال أضعوا نصبا وتماثيل حتى إذا رأيتمها تنشطوا في عبادة الله فوضعوا هذه النصب والتماثيل حتى إذا انقضر وانقرض ذلك الجيل أتى الجيل الذي بعده قالوا إن آباءنا ما وضعوا هذه النصب والتماثيل للعبادتها فعبدوها من دون الله عز وجل فوقع الشرك في بني آدم فأرسل الله تعالى الرسل وكان أول الرسل هو نوح عليه الصلاة والسلام الذي مكث ولبث في قومه ألف سنة إلا خمسين عاما وسلك مع قومه جميع أساليب الدعوة جميع أساليب الدعوة قال ربي إني دعوت قومي ليلا ونهارا فلم يزدهم دعائي إلا فرارا وإني كلما دعوتهم لتغفر لهم جعلوا أصابعهم في آذانهم واستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا ثم إني دعوتهم جهارا ثم إني أعلنت لهم وأسررت لهم إسرارا سلك معهم جميع الأساليب ومع ذلك ما آمن معه إلا قليل وأهلكهم الله عز وجل أخلك قوم نوح بالغرق ونجأ الله تعالى نوحا ومن آمن معه وما آمن معه إلا قليل ثم أيضا امتد الشرك في بني آدم واقعا في الأمم وأرسل الله تعالى الرسل وأنزل الكتب وأقام الحجة على العباد فكان الشرك هو أعظم الذنوب وأرسل الله تعالى الرسل لدعوة الناس إلى نبذ الشرك وتحقيق التوحيد وإخلاص الدين لله عز وجل وهذا يدل أيها الإخوة على أهمية التوحيد فإن هذه الأمم التي أرسل الله تعالى إليها الأنبياء والرسل كانوا يقرون بأن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر لهذا الكون لكن كان اتخذ لهم وساعت بينهم وبين الله عز وجل فبعضهم اتخذ أصناما وبعضهم اتخذ أشجارا وبعضهم جعلوا بينهم أناس صالحين وبعضهم فاتخذ قبورا يقولون هذه نريد أن تكون واسطة بيننا وبين الله عز وجل فنريد أن هذه الأصنام نريد من هذه الأصنام هذه الأصنام أصنام أناس صالحين وقالوا لا تذرن أليهتكم ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا يغوث ويعوق ونسر هذه كلها أسماء لأصنام أناس صالحين وضعوا صنما لود وصنم ليغوث وصنم ليعوق وصنم للنسر فإذا يقولون هذه الأصنام وناس صالحين نريد أن تشفع لنا عند الله كما قال الله تعالى عن الكفار قال الله تعالى عنهم ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفة يقولون نحن لا نعبد هذه الأصنام إلا رجاء أن هذه الأصنام تقربنا من الله زلفة وإلا هم يعتقدون أن الله هو الخالق الرازق المدبر لهذا الكون ولين سألتهم من خلقهم لا يقولون الله ولين سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله لكن كان عندهم الحراف العقيدة جعلوا بينهم وبين الله عز وجل وسائط بزعمهم أنها تقربهم من الله زلفا فهذا هو الشرك في بني آدم يعني بعض الناس يعتقد أن الشرك أن هؤلاء الأمم التي أرسل الله تعالىها الرسول وأنزل الكتب أنها كانت تعتقد أن هذه الأصنام هي التي تخلق وترزق وتدبر الكون هذا غير صحيح ولين سألتهم من خلقهم لا يقولون الله ولين سألتهم خلق السماوات والأرض لا يقولون الله لكنهم عندهم الحراف العقيدة يقولون نريد هذه الأصنام تكون واسطة وتشفى علينا عند الله عز وجل طيب ما الفرق بين هذا الشرك شرك الأمم السابقة وبين شرك أناس الآن يأتون للقبور ويطفون بها ويقولون نحن نريد من أصحاب هذه القبور أن تشفى علينا عند الله يقولون هذا القبر قبر إنسان صالح فندعو صاحب القبر بأن يشفى علينا عند الله عز وجل يشفى علينا عند الله تعالى بأن الله تعالى يغفر لنا بأن الله تعالى يرزقنا تأتي إليه المرأة تريد ولدا يأتي إليه الإنسان يريد رزقا يأتي المريض يريد شفاءا يقولون هذا قبر إنسان صالح نريد أن يشفى علينا عند الله هل هناك فرق بين هذا الشرك وبين الشرك الأمم السابقة الجواب لا فرق لا فرق هذا هو الشرك الأكبر فالذين يطفون بالقبور ويسألون أصحاب القبور المدد ويسألون أصحاب القبور قضاء الحاجات وتفريج الكربات هذا هو الشرك الأكبر هذا هو الشرك الأكبر الذي من وقع فيه فقد حرم الله عليه الجنة إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ظل ضلالا بعيدا ومن يشرك بالله فقد افترى إثما عظيما إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار فهؤلاء الذين يدعونا أصحاب القبور ويستغيثون بأصحاب القبور ويطلبون منها كشف الحاجات ويطلبون منها قضاء الحاجات وكشف الكربات هؤلاء وقعوا في الشرك الأكبر الذي لا يغفره الله عز وجل والذي من وقع فيه ولم يتوب فإن الله تعالى قد حرم عليه الجنة من كان على التوحيد ولم يقع في الشرك حتى وإن وقع في ذنوب وفي معاصي فإنه وإن دخل النار إلا أنه لا يخلد فيها معتقد أهل السنة والجماعة أن أهل التوحيد الذين يقعون في الكبائر أنهم تحت مشيئة الله عز وجل إن شاء الله تعالى عذبهم وإن شاء عفى عنهم لكنهم إذا دخلوا النار لا يخلدون فيها بل يخرجون من النار برحمة أرحم الراحمين ويدخلون الجنة فمن كان على التوحيد ومات على التوحيد فهو على خير وإلى خير لأنه حتى وين عذب في النار لا يخلد فيها بل يخرج منها ويدخل الجنة حتى وين وقع منه ذنوب وين وقع منه معاصي المهم أنه ما وقع في الشرك المصيبة عندما يقع الإنسان في الشرك هذا هو الذي حرم الله عليه الجنة ويكون في النار مخلدا فيها أبد الآباد نسأل الله السلامة والعافية فأعظم الذنوب أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك أعظم ذنب عصي الله به هو الشرك فعلى المسلم الحذر الحذر من الشرك ومن وسائله ومن شياطين الجن والإنس الذين يزينون لبني آدم الوقوع في الشرك ولا يقول الإنسان نحن الآن في هذا العصر عصر التقنية وعصر التكنولوجيا وعصر كذا نحن بعيدون عن الشرك لا النبي عليه الصلاة والسلام أخبر بأن الساعة لن تقوم حتى يعود الناس لعبادة الأصنام وحتى تعبد اللات والعزة فالناس يعودون لعبادة الأصنام ولذلك على المسلم أن يكون على حذر إبراهيم الخليل عليه الصلاة والسلام يقول في دعائه وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ يسأل الله تعالى أن يجنبه مع أنه نبي ورسول يجنبه وبنيه وَجْنُبْنِي وَبَنِيَّ أَنْ نَعْبُدَ الْأَصْنَامِ رَبِّ إِنَّهُنَّ أَضْلَلْنَ كَثِيرًا مِنَ النَّاسِ فأسأل الله تعالى أن يوفقنا لما يحب ويرضى من الأقوال والأعمال وأن يجنبنا الشرك وأن يجنبنا المعاصي ما ظهر منها وما بطن وأن يستعملنا جميعا في طاعته اللهم إن نسألك أن تستعملنا في طاعته وأن تعيننا على ذكرك وعلى شكرك وعلى حسن عبادتك وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة